تشكل الضباب صباحاً وتقص بارد بوجه عام واستقرار في أغلب المناطق وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل تشكل الضباب في السهول الشرقية وفي المرتفعات الجبنية من المملكة خلال ساعات الصباح من يوم الخميس بمشيئة الله بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أما فيما يخص درجات الحرارة فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها نسبة لهذا الوقت العام في يوم الخميس الرياح متوقع أن تكون غربية بمشيئة الله وأيضاً من المتوقع ظهور غيوم متفرقة منخفضة في معظم المناطق أما فيما يخص ساعات الليل من يوم الخميس فمن المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء باردة وباردة جداً في ساعات الفجر تحديداً في المرتفعات الجنوبية وأيضاً في المناطق الشرقية وأقصى المناطق الشرقية أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة عمان فغيوم متفرقة درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كم في الساعة أما فيما يخص ثلاثة الليالي القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس والجمعة درجة الحرارة نهاراً 9 درجات ليلاً 7 درجات أما فيما يخص يوم السبت 10 نهاراً و7 في ساعات الليل ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من أربلد نهاراً 14 إلى 10 درجات في المفرق 12 إلى 7 درجات في جرش 13 إلى 8 درجات وفي عجلون من 12 إلى 9 درجات مئوية في العاصمة عمان 9 إلى 7 درجات في الزرقاء 12 إلى 7 درجات في البلقاء 10 إلى 7 درجات في مادبة 9 إلى 5 درجات وفي البحر الميت من 18 إلى 13 درجة مئوية في المناطق الجنوبية في الكرك 8 إلى 5 درجات طفيلة 7 إلى 6 درجات في جبال الشراء 6 إلى 3 درجات في معان من 9 إلى 5 درجات وفي العقبة من 20 إلى 11 درجة مئوية ننتقل إلى المناطق الشرقية وكما نشاهد هنا في الرويشد 14 إلى 5 درجات الصفاوي 14 إلى 6 درجات أيضاً وفي الأزرق من 14 إلى 7 درجات كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري